اشتركوا في القناة يعني سجلت بالفعل لدخول على الموقع زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا وهبدأ ان انا اعمل invite a friend ادعو صديق الاشتراك في هذا الموقع ليه بيدي ادعو صديق لان انت حديك لما بتضغط على هذا اللينك بيديك 100 كريدت بيدي لصاحب هذا الاكاونت اللي عمل الدعوة وبيدي كمان اللي خد الدعوة واستقبلها ودخل عن طريقها 100 كريدت هو كمان احنا لدينا في الموقع 200 كريدت فهنشوف دلوقتي ان انا هنا في هذا الموقع استهلكت اه فاضل لي 92 من المتين ده اللي باقي عندي في الكريدت اللي عندي هبدأ ان انا اعمل دعوة لصديقه وشوف ال92 دولة هيبقوا 192 ولا ايه اللي هيحصل دلوقتي فهعمل هنا دعوة لصديق واخد اللينك الموجود قدامنا وروح على هذا المتصفح الاخر وابدأ في تسجيل الدخول عن طريق الدعوة اللي جات لي من صديق اخر بعد ما نعمل تسجيل الدخول هنيجي هنا على تسجيل الدخول مع جوجل اضغط عليها واختر الاكاونت بتاعي اللي هو الاكاونت الخاص بالتجارب بتاعنا وبعد كده متابعة ويبدأ على طول دلوقتي في انشاء الحساب بتاعي زي ما احنا شايفين انا خدت توتومية كريدت بقى توتومية من متين طب نروح بقى الاكاونت التاني اللي كانت 92 نعمل كده تحديث نعمل رفليش للصفحة ونشوف هل فعلا بقوا 192 ولا بقوا كام زي ما احنا شايفين بقى 192 من متين كريدت يعني فضيلي دلوقتي خدت كمان 100 كريدت زيادة فطبعا لو حضرتك تقدر تعمل دعوة لاصدقائك عشان تاخد كريدت على هذا الموقع هيكون طبعا حاجة ممتازة جدا ازاي بقى بنقدر نتعامل مع الموقع عندنا طرقتين في التعامل مع الموقع هنا بيقولك بقى تقدر انك انت هتكتب له بس لان انت عايز تتكلم عن الصلاة عايز تتكلم عن الطبيعة عايز تتكلم عن اي حاجة تكتب له بس عنوان او كلام مختصر جدا وهو يبدأ في انشاء محتوى القصة اللي حالك هتعملها الموقع ده بيعمل فيديوهات تقدر حالك تستخدمه في انك انت تعمل قصص تعمل بقى دعاية لحاجة معينة لكن اشهر طبعا الفيديوهات اللي بتعمل من هذا الموقع فيديوهات قصصية يعني لو حالك عايز تعمل قصص لاطفال تعمل قصص تشجاهم على الصدق مثلا على الامانة على الحاجات دي كلها تقدر انك انت تستخدم هذا الموقع وهنا تقدر انك انت تكتب المحتوى كامل محتوى القصة كامل عشان ينزل زي ما هو وانصح حضرتك لو هتشتغل باللغة العربية انك انت تختار هذا الخيار الاخر ما تختارش لو هو برومبت لانه بيكتب لغة عربية غير فصحة لغة عربية رقيقة فطبعا هيظهر لك يعني مثلا كلمة ايه اللي قال كزا ففي النطق بتاعها باللغة العربية مش هيبقى مظبوط لو هتستخدم النطق اللي داخل هذا الفيديو اللي داخل هذا الموقع طب هنيجي هنا على يوز يور كونتننت تضغط عليها هنا بقى بيقولك اكتب الكونتننت بتاعك كامل اكتب كل القصة بتاعتك كاملة لا تزيد عن 2500 كلمة عشان يقدر ان هو يعملها لك قصة فاحنا هنجيب القصة منين هنروح مثلا على جوجل بارد هنا كنت مجاهز كده مثلا هنا فضل المحافظة على الصلاة هاجي هنا اخذ مثلا فضل المحافظة على الصلاة وانزل تحت كده كيف نحافظة على الصلاة كل ده لحد هنا اقول لكوبي وذهبت يعني بقى على اللي بتصفح بتاعنا وقوله زي ما احنا شايفين هتظهر معانا الكلام ده هيتنطق زي ما هو بالزبط مش هيغير فيه اي حاجة خلص بس اهم حاجة انك بتيجي هنا تحت على اوتبوت تغيرها لو حايق عايزه بالانجليزي او باللغة العربية طبعا لو كتبت باللغة العربية اللي بقى لازم تغيرها باللغة العربية هاجي هنا اختار العربية كتبت باللغة الانجليزية وطبعا الموقع بيتعامل مع اللغة الانجلزية افضل بكتير جدا من التعامل مع اللغة العربية هيجي هيزهر معك باللغة العربية وهنا بتختار مقاس الفيديو هو واقف على آآ مقاس الفيديو اللي هو تسعة الستاشر ده مقاس اليوتيوب وهنا كده مقاس الريلز لو هيك عايز تستاش تسعة الى ستاشر او ستاشر الى تسعة وهنا واحد الى واحد ده مقاس الانستجرام لو ضغطنا كده عليه كده احنا دل مقاس اللي انت عايزه. وبعد كده بتختار كل استيلات اللي فوق مجانية زي ما احنا شايفين والاستيلات اللي تحت عليها فال يبقى ايزا الاستيلات اللي تحت كلها مدفوعة الاجر. لازم تختار من الموجودين هنا دلوقتي فوق. انا اختار مسلا استيل كرتوني. وقول له جنريت. بعد ما تقول جنريت هو كتبك طبعا جنب كلمة جنريت عشرين يعني هيخصم منك عشرين من الكريدت بتاعك. بيجي هنا في ثواني معدودة او دقائي معدودة يعني ممكن مسلا تقول دقيقتين. ويبدأ زي ما احنا شايفين بيعمل لك الاستوري بورد. الاستوري بورد اللي هو الصور. وبيقسم لك بقى الكلام اللي حيك كتبته لمشاهد ومقاطعة. بيبدأ هنا المشهد الاول المشهد التاني المشهد التالت هنا في الاماكن اللي هي البيضة الابيض والصورة. بيجيب لك الصورة وجنبها رقم المشهد. وجنبها الكلام اللي هو قسمه داخل الموقع بالزكاء الاصطناعي عشان يعمل لك القصة بتاعتك. هننتظر كده معاه دقيقة مسلا او دقيقتين وبعد كده نرجع تاني نشوف عمل ايه. زي ما احنا شايفين تقريبا بعد اربعة دقائية عمل لنا هنا كده المشهد الاول والمشهد التاني والمشهد التالت واضاف الكلام اللي احنا حطينه بالنص يعني زي ما هو بالزبط. تقدر بقى حيك تغير فيه زي ما انت عايز. يعني نحاب انك انت تضيف اي حاجة او تحزف اي حاجة او تعمل اي تعديل بتقدر انك انت تعمل كل التعديلات بسهولة ما فيش اي مشكل خالص. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي نقدر نعدل نقدر نضيف كلام تاني نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. طب لو حيك حابب ان يبقى فيه حركة داخل الصور الموجودة دلوقتي قدامنا بتيجي على كلمة اللي هنا وتضغط عليها. تقدر انك انت تضغط عليها فيعمل تحريك للصور الموجودة هنا دلوقتي. لكن طبعا كله بحسابه. المشهد الواحد بياخد منك تقريبا تمانية كريدت عشان يعمل لك تحريك لهذا المشهد. يعني احنا دلوقتي عندنا هنا كم مشهد تسع مشاهد عشرة تلتاشر اربعتاشر مشهد تضرب بقى كل مشهد من دول في تمانية عشان يعمل لك تحريك لهذا المشهد. عايز تسيبه زي ما هو خلاص مفيش مشاكل خالص. بتيجي بعد كده على نكست تضغط عليها. وبعد كده هنا بتختار نمط العنوان او الكلام اللي هي يظهر هنا دلوقتي قدامي وهنا الطايتل. فاختار مسلا نمط العنوان الموجود دلوقتي باللون البرتغاني قدامي. وبعد كده اختار مسلا هذا النمط في وبعد كده هنا دلوقتي اختار زي ما حين شايفين هنا العنوان برضو. آآ صورة. هنا بتختار الحركات الانتقالية بين المشاهد. بتيجي تختار مسلا ده كده. وتختار دي زي ما حين شايفين قدام ممكن تسيبها زي ما هي. وهنا بتختار مين اللي هيتكلم? حابب انك انت تعمله مفيش مشاكل خالص. حابب بقى انك انت تسيب شاكر من مصر. وهنا ده من السعودية اريبيا زي ما حين شايفين آآ فاطمة الامارات المتحدة المغرب آآ الجزائر. تقدر تختار صوت سلمة من مصر برضو. انا هسيبه مسلا على شاكر اللي هو من مصر. هو طبعا واقف على مصر عشان عارف ان انا نسجل دخول من مصر. وهنا تقدر تختار برضو ميوزك او ان ان انت ترغيها خالص. انا هرغيها خالص يعني هقول له مش عايز ميوزك مش عارف هنا ممكن بقى نسمع. ممكن نسمع صوت من هنا كده دلوقتي. لو احنا حابين احنا نسمع الاسوات. بس كله طبعا لا يتناسب مع موضوع الصلاة اللي انا عامله فانا هختار وبعد كده هاجي هنا على اضغط عليها. هيبدأ على طول في انشاء زي ما هي شافين كومبوزتنج زي فيديو. بيبدأ على طول في عمل الفيديو بقى تمانية في المية في ثواني معدودة. هنا الملخص بتاعه والهاشتاج لو انت حضرك هتاخد الفيديو كده زي ما هو. تحطه مسلا على الانستجرام او على الفيسبوك. هيكون الهاشتاجات اللي موجود دلوقتي قدامنا وهنا اللي حضرتك حطيته. ده برضو اللي هيتنطق داخل الفيديو. بعد ما بيخلص خلص بتقدر انك انت تعمل للفيديو. طبعا الفيديو بيكون فيه علامة مائية. لازم حضرك بقى تبع عارف ان انت هيكون فيه علامة مائية باسم الموقع اللي هو مشن. مش هتقدر انك انت هتشيلها. اه الا ازا عملت بقى معالجة على برامج المنتاج او نزلت اه كل حاجة هنا جي بي جي زي ما احنا شايفين تقدر تنزل كل الصور الموجودة هنا جي بي جي وبعد كده تركبهم تاني على برنامج منتاج الصوت مع الصور عشان تقدر تشيل العلامات المائية لان الصور بتنزل لحضرتك من غير العلامة المائية لكن الفيديو بينزل كله على بعضه بالعلامة المائية وده اللي هنشوف دلوقتي مع بعض بعد ما يعمل داونلود الفيديو امي بي فور هنا بدي على كلمة داونلود او الفيديو تضغط عليها بيبدأ في عمل داونلود للفيديو وبس بينزل زي ما احنا شايفين دلوقتي زي ما هنشوف الدلوقتي بالعلامة المائية كده خلص خلاص عندنا الفيديو مدته ديئتين واربعة وتلاتين سانية وعلى حسب طول الكلام اللي موجود هنا بيكون طول الفيديو لو ضغطنا بقى كده شغلنا المحافظة على الصلاة هي رقم من اركان الاسلام العظيمة وهي صلة العبد بربه ووسيلة للتسكية والتقرب اليه دلوقتي نقدر ان احنا نعمل داونلود للفيديو ونبدأ في استخدام هذا الفيديو بعد كده على منصات التواصل المختلفة ده مقاس الانستجرام اللي احنا اخترناه في المقاسات تقدر بقى حالك تختار مقاس الانستجرام مقاس اليوتيوب تقدر انك انت هتتألف قصص لو انت بتألف قصص وطبعا لو عندك موهبة الالقاء يكون افضل بكتير انك انت تاخد مسلا الصور من هذا الموقع وتبدأ انك انت تلقي بقى انت الكلام بصوتك لكن انا افضل طبعا لو حضرتك هتستخدم الموجود داخل موقع تكون كاتب باللغة العربية ولو قدرت تشكله كمان يكون افضل عشان التشكيل يظهر بالزبط والكلام يظهر بالزبط او هتشتغل بقى باللغة الانجليزية لكن اللغة العربية محتاجة انك انت تكتب بلغة العربية الفصحة ومحتاجة كمان لو قدرت تشكل يكون افضل بكتير عشان تقدر انك انت تتعامل مع هذا الموقع اتمنى شرح النهاردة لموقع موشن يكون افادة لحضرتك واتمنى طبعا ان هديك تسجل عن طريق اللينك الموجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو عشان انا كمان استفيد من تسجيل حضرتك ومن ميت آآ كريدت بقى اللي هيجيلي وهيجي برضو لحضرتك زيهم ميت كريدت لو سجلت عن طريق هذا اللينك ما سجلتش لوحدك من آآ عن طريق اللينك الموجود على جوجل شكرا لحضرتكم واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته